مرحبا طلاب المرخل الأولى رحب بكم اتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الموديوم اليوم نحناخذ مجموعة من محاضرات ده علاقة بالنفايرمنت ومثل تدروني الانفايرمنت هو كل شيء حيتحاودنه لحنبدي بالحواء العير نحناخذ العير بالمشي lecture objective in the end of this lecture we will hope to understand the definition of environment and style define the environmental health problem and finally define air pollution and its causes and how to control air pollution بالبداع الحديد introduction بسيطة environment we tell you environment aggregation of all external condition and influences that affect the health and development of any living subject as well as affect human behavior and society إذن كل شيء خارجي يحيط بينا ويحيط بكل organism هو environment ضمنه environment and behavior will know المجتمع المجتمع المستلح الانفايرمنتال health it is an important public health subject it is concerned with those forms of life substance forces and conditions in the surrounding of a human that may exert an influence on human health and well-being إذن هو المواضيع المهمة ويهتم بكل أنواع biological environment الحموانات المواد القوى الأوضاع الظروف التحيط بالإنسان اللي تحتمال نسوي لنا مشكلة صحية but also concerned with assessment and control the impact of people on their environment so our aim is complete physical and mental well-being plus safe environment clear air to water and food انتوا شايفين هسا الضغط على البيئة واحتباس الحراري والتلوث والمشاكل البيئية هسا تقدر تكون من أهم المسببات للأمراض environmental health include home health and workplace environment home environment and community here and outdoor ونحن أخذ الhome ونحن أخذ الhousing ونحن أخذ workplace ونحن نشوفه شون بيئة العمل تؤثر على العمال ونحن أخذ الindoor والoutdoor community خارجية وشوت أكثر على الصحة type of environment شنو أنواع البيئة أول وحدة طبعا البيئة وجود الإنسان في بيئة location ما أنت في جبل في وادي في سهل وجود نهر ما وجود نهر تؤثر على نوع الأعمال اللي يقوم بها نوع الزراعة نوع الصناعة والتعديم نوع الماء نوع نوع المنيرا نوع الأملاك داخل الماء من نوع الترسبات اللي موجودة إذا location ما كل واحد شوفوا نحن يتغير كل واحد أكون location معين بيئة جبلية سهلية بيئة سهول بيئة أهوار كل أذني تنطين different type of clinical type of clinical problem or medical problem الحقيقة climatic factor أول واحد location بعدين climate temperature humidity air movement rain atmospheric pressure these will affect habits of people pathogenes vector breathing etc and this مثلا يعني ناخد temperature الجو الحار يسوي لنا behavior معين الرطوبة يسوي لنا ماء معينة الحرارة يسوي لنا movement العواصف الهريكان البيئة الماطرة الضغط العالي مثل المناطق الجبلية والمناطق الضغط العالي الجبلية ضغط المنقفض والمناطق المنقفض وضغط العالي كل هذلك أكثر التفاصيل الhabital people مع الأمراض كواية من pathogenes مثل ما تشوفون نحن مثلا الذباب ما يعيش بالشتة موجود بالصيف أنواع فيكتر البعوض يعيش في الوقان الجو الربيعي مثلا ما يعيش في الصيف كذلك هذا الأثر من الإدارة الأنواع السيكوليشن الثاني نوع من أنواع البيئة أي الفيزيكال الأولى الفيزيكال الوجود وحدوث الأمراض وجود الأنمال مهم هواي أمراض مثل الريبي إذا ماكو كلاب بالشوارع ماكو ريبي أنواع النباتات إذا ماكو طلع ماكو حساسية الطلع ونهي خيبر ماكو أرغانيزم مكانات اللي بيها ملوثة يخش بيها الواحد يتمر this is surrounding our surrounding biological environment الانبارمت الأخرى الثالثة إذا صادت geografical biological الثالثة ي socio cultural environment اللي هي البيئة الاجتماعية والأخلاقية والسياسية تتحيط بينها لا علاقة بال medical facility إذا مستوصل قريب مستشفى قريب مستشفى قريب مستشفى قريب economic status and poverty malnutrition طبعا economy إلى أمراض poverty إلى أمراض الغنى على أمراض moral nutrition والترانسبورتيشن والترانسبورتيشن مهم من طريقة الأقل تكرمنا على نوع الخدمات والوصول إلى مجموعة أنواع الأمراض والمشاكل الصحية مستشفى قريب ومجموعة مجموعة على المنطقة ومجموعة أنواع المواد الضغطة على المنطقة والإنسان لسويننا مشاكل صحية أول شيء من الأمور الضابطة هي الكميكال الكميكال يجد مثل الـ toxic chemical والـ West كلما البيئة ملوّخة لا تتأثر على البيئة البيئة الـ biomeوجيّة وتأثر على الإنسان عن وجود الـ toxin المبيئات الحشرية تأثر أنها مفيدة احتمال للنباتات بس مضرّة لبعض الحشرات المفيدة ونفس الوقت هي مضرّة للـ human بعد كميات كبيرة المواد الحافظة الغداية هي مواد تضاف إلى العكل مواد الغداية التي تبقى فترة أطول وذلك أن مواد كيميائية بشورة عامية قد تؤثر على صحة الإنسان من الضاغط الأخرى على البيئة والمجتمع هي الـ physical الأمور الفيزيائية مثل الـ noise وجودك مطار وجودك مولدة تسوي لك مشاكل صحية بالسمع أو بسولة الغرب extreme heat مثلا تشتغل الفرن مكان حارب الصحراء extreme cold جماعة القطب وجود radiation أكو نوكلار ريكتر non-ihazine radiation كل ذنّي مواد فيزيائية تؤثر على البيئة وعلى المجتمع the biological suppressor the present of pathogenes in food water air or animal أكو غاية أكو حيوانات ربينة فنية مصابة جيبيني مصابة إذن لا يأكو الجيني أكتر على الحيوان أكتر على الإنسان social cultural and physiopsychological صعبة للسنس بل ذنّي كلها psychological environment والثبوط النفسية كلها تؤثر على المناعة وعلى الصحة وعلى الحصول أو عدم حصول الأوراب the main environmental problem are unsanitary waste disposer من أهم ذلك احنا شو دعمل من التلفزيون تبليد ومجاري مجاري وتبليد ومعي صالح وتبليد ومجاري هاي الثالوث البيئي إذن unsanitary waste disposer and proper collection disposal and treatment of the waste execrated solid and industry كل هذنّي الناس تتبع بالنهر أكو ناس تتريد recycling كل ما تتقترب من الحالة الصحية كل ما تقلل حدوث الأولى air pollution من الدخان والسيارات والمصانع والglobal environment مثل ما نشوفون نحن يدى نمش ال greenhouse effect والاحتباس الحراري هذنّي أهم مشاكل صحية العانية هاي المقدّمات من المستخدمات منها ونكمّل بعد الفاصل إيه المقدمة مرحبا برة ثانية مرحب بكم نحن نبدأ بأول مشكلة هي وانسانيتاري وانسانيتاري وانسا نبدأ مقدمة all human produced waste of various types. for example urine and feces waste from washing and cooking and solid waste produced at home and work place بالمصالح، سكولز، هسبيتال و أخرى ببليك فاصلتي و أخرى إذن طرعاً ما الوست هو في حالة سيادة ويتجمع كل هذه وست يجب أن يتم الانترابي لإمكانك الناس و الانترابي و الانترابي هذي كل المخلفات يجب أن يتم العمل عليها في طريقة علمية لضمان صحة المجتمع والبيئة المناطق المدن المزلحمة العمل على هذه الأمور و كل شيء صعب بوث لكويد ويست 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 ويستخدر 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 إلا preventing people from coming into contact or sanitation waste management is the collection treatment and disposal of waste produced in the home workplace and public building نحن نبدأ بالمشكلة الثانية هي air pollution important public health problem من الأهم المشاكل الصحية تصيب المجتمع especially in industrial country في الموتن والموتان الصناعي its result due to the presence of one or more of air contaminant in the atmosphere that are harmful for two the human animal and planet life شون يحصل تلوث يحصل التلوث وجود مادة او عدة مواد في كميات عالية تؤثر على صحة الإنسان وهاي المواد بلوتين غازيز are CO CO2 NO2 SO2 مثان ثلوث 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 تجمع من مخارج الاندستوري مصادر المحتملة لتلوث الهواء كثير من الناس في الاندستوري تأثير الكثير من الاندستوري ويضع الكثير من الاندستوري في الاندستوري فتأثرنا إلى مشاكل زيادة في المكونات الهواء الغير طبيعية ما هو تأثير التلوث الهواء أول شيء احتباس الحراري الأحماض الأمطار الحامضية تأثر إلى الواتر والفود والبلانت كل هذا المواد من التلوث الاندستوري جاء لكم تأثير لانشين وتسوي لهم مشاكل إموائية بها بيولوجيخ الأفكل أول شيء سيستيميك ديزيز بتل الليد بويزيني إذن تأثيرها لا إكولوجيكا لا بايولوجيكا على الرئة والتنفذ واحتمال يسوي لنا سرطانات رئة سرطانات في مشاكل بتل الليد يسوي لهم بلطان بيدهم من المشاكل الأخرى من المؤثرات بريا إكوناميك لنعنصر عندنا لوسيس of animal or planet increase sickness absenteeism الرئيوني بالتوام and medical cost disease increase cost of equipment and بلطسكولا شوفوا الانتلاوث الهواء شوفوا المشاكل كبيرة في الاقتصاد الدولة واقتصاد العالمي بلطسكولا the isolation of heavy industry away from the city خلي المانتلاوث الصناعية خارج المدن shielding of the dangerous process الراديو active substance تغليفة appropriate collection of harmful practical gases and industrial waste نقدر نسوي collection من هاي الغازات continuous monitoring دائما الرقابة المستمرة والإدوكيشن عن ديجستي القوانين والتعليم كلها المهمة فيدنا بال control of air pollution خاصة اللبس الماسكات global environmental pollution important public health issue it is one of the main public health concern of the last 20 centuries and early 21 centuries major source of environmental pollution are transportation industry refination the binaries power plant refusers disposal space heating ادرا اخذناها بشكل اقل factor that increase the impact of the problem global environment pollution are deforestation and the use of certain type of التصحر وحرق الخشب increase CO2 emission lack of effective environmental control power ما عدنا نظام سيطرة على المشاكل هاي وقلة environmental health problems احنا دائم يشوفهم بالشارع المشاكل 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 على سلامة البيئة what are the important problem arise as a result of global environmental pollution how is she greenhouse effect the term greenhouses drain the position amtara the ozone layer depletion التخلخل أو ضعف طبقة الأوزون greenhouse effect the term greenhouses use and describe how atmospheric gases CO2 NO2 SO2 methane ozone chlorofluorocarbon miscellaneous other in the trattato sphere stabilize earth temperature these gases permit the passage of visible and UV radiation which warm the earth surface but block the escape back into the space of reflected infrared radiation the greenhouse effect maintained the biosphere within a temperature range that sustained life without the greenhouse effect all of this radiation heat from the sun would be reflected back into the space surface temperature would be many degrees below zero it is found that the concentration of greenhouse gases rising due to environmental pollution the temperature of the biosphere rise this would cause global work is seen under the refrigeration the air of the without the air in the air the air out it is even in الرفلكتد تامبريتر يؤدينا الى رايزنج هايسفيريك تامبريتر عن غلوبار ورميق هذا زيادته اذا اعتمنا رجوع الحرارة الى الفضاء بصورة كاملة يعني تؤدي الى غلوبار ورميق يعني مثل اللي يسمح بدخول الحرارة وين لا يسمح بخروجها الحارة الطبيعية درينهاوز يسمح مثل بدخول ثمانين ويطلع النفد اربعين انت بقدرة الحرارة هي اربعين بس مني خلي دخل ثمانين ويمنع ثمانين تحزي تحرارة الجو ثمانين فبحالة هاي الحالة يودي الى غلوبار ورميق الى افكتة للغلوبار ورميق تقوم بتجعل الموسطور لان في صور يبوسية ملقى امبير جرين تراح تروح الزراعة إنه أيضا تغيير المشاكل المشاكل المفيدة تروح وما تكون عالم المريضة لحظة المشاكل المريضة تأثيرنا الى جفاف التربة قلة المحصول الزراعي موت الحشرات والبكتيريا المفيدة وظهور المضرة زيادة الامراض زيادة العواصف زيادة الامطار الهريكان ذني تأكرنا على الاندستري على ستة الطرق كلنا هني مشاكل صاحية بشكل الأمطار الحامضية تأتي الأمطار الزوب مع المطر ترجع على شكل لو نترك أسدي ووقع على الأرض نوعا المناطق السكنية نوعا البناء بصورة عامة مواد كلسية وديلها ذواب وضان هذه الأبنية مواسطة هذه الأملاح الأحماض الخفيفة أوزون لير ديبليشن استطراتوسفير أوزون لير is located من 12 إلى 24 كيلومتر من منطقة استطراتوسفير موجود الأوزون لير تمنع اليوفي من الفضاء الخارجي كل ما يقل هاي اللير يزيد اليوفي الدخول اليوفي إلى القرى الضيئة تؤسس زيادة سيوفي أعدنا مشاكل صحيح الهم مادة تقلل الأوزون لير هي كلوروفلورا كربون cfcs when it used extensively in the refrigerator air condition هاي الغازات التبريد هاي بتسوي الأوزون لير ديبليشن ديبليشن would lead to more UV radiation reach the earth increase the incidence of skin cancer cataract UV radiation appear to be suppress the immune system can reduce cramp yield also contribute to global war مشاكل متشابكة اللي هو يسوي المشاكل الصحية مباشرة وهي مباشرة ماذا نقصد بالenvironmental monitoring is the observation and study of the environment that is critical to the protection of human health and environment is the observation of human population continue to increase as the industrial development and energy use country to expand and deposit advances in pollution control continue the production production and inevitable and inevitable is theろう quality是我 , we never dare poringtaine دخل . لأمه ما انNTح tift ، لأنه هاي نصل بمرحلة الخط اللي حوز المت movimento problem may differ in nature and magnitude in different region. Problem of developed country differ from the developing country. Environmental health needs multi-disciplinary approach. خاطر السيطرة على البيع يحتاج مساعدة من جميع الأطراف. تقييم والسيطرة. كلهم نقلون بفريق السيطرة على الأمور البيعية. مثل ما تشوفون نحتاج البيبيولوجيست. نحتاج طباء ومهندسيين ومحامين القوانين ومضرر الاقتصادي. نحتاج كلها تنشطر بدعم الوقاية وحماية البيعي وقوانين وتعليمات ونشور بضمان وجود سيطرة مضبوطة. 4 steps for evaluation and accurately assess environmental problems. أول واحدة ما هي الخطوات التي تفيدني بالتقييم مشاكل البيعية. determine the source and the nature of environmental better contamination. لازم نعرف. مصدر التعديد البيعي. assess how and what when it come into contact. شون يصير في أي وقت. يصير contact with the population. measure the effect of this problem of people health. يعني نشوف المشاكل الصحية. بعدين apply effective control المشاكل. بعدين نطبق التعليمات والسيطرة ونشوف ماذا يحصل. Important part should be included in any environmental protection program. أول شيء The protection of environmental resources. continuous environmental monitoring. Environmental health education and research. Ensure full community participation. هاي النقاط مهمة خاطر نسوي برنامج ناجح السيطرة وحماية البيعي. بالنهاية thank you for listening. If you have a question go to you. Go to the classroom and ask. بالنهاية. أشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.